لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أك رد بعقل أحبا نقمل بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ونعوبة بين عقل المساق مرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل هنوان حلقتنا النهاردة المرأة المسلمة مرجعة احنا شفنا في الحلقة اللي فاتت إزاي ابن حجر بيعرف الإيمان لغوان وبيقول هو التصديق بالقلب واللسان فقط وهو نفس تعريف ابن حجر وابن حز للإيمان عند المرجعة وشفنا كلام الشيخ العلامة محمد المروازي عرف أن المرجعة بيعرفوا أن الإيمان هو تصديق بالقلب واللسان فقط وعند الشيخ صلاح الفوزان اللي هو رأي أهل السنة لابد من التصديق بالقلب والنطق والعمل وغير كده ما يكونش مؤمن وبعد كده شفنا أن ابن حجر قال أن النية ملهاش أي علاقة بالإيمان وأن الإيمان بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب وأن مسهب السلف الإيمان هو عمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ولقينا ابن حجر بيستخدم حديث البخاري علشان ينشر بدعاته وإزاي الشيخ محمد رسلان رد عليه خلينا نروح نشوف حديث آخر ابن حجر بيقلف كلام على أهل السنة في صحيح البخاري كتاب الإيمان باب قول النبي بنية الإسلام على خمس قال الحفظ ابن حجر والمعتزلة قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد والفارق بينهم وبين السلف إنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته والسلف جعلوها شرطا في كماله هنا بنلاحظ إن من حجر قال إن المعتزلة جعلوا الأعمال شرطا في صحة الإيمان وقال إن السلف جعلوا الأعمال شرطا في كمال الإيمان وده حاجة مهمة جدا لازم نفهمها إنك أول ما تقول إن الأعمال شرط في كمال الإيمان أو صحة الإيمان أنت كده بتطلع الأعمال بطريقة مباشرة من الإيمان وتقول أنه شرط في كماله أو في صحته يعني خرقت العمل من مفهوم الإيمان وهنشوف رد الشيخ البراك على الكلام ده وهيوضحه إزاي قال إيه الشيخ البراك هذا ولا أعلم أحد من أئمة السلف أطلق القول بأن الأعمال شرطا أو ليس شرطا لصحة الإيمان أو كماله إنما المأسور المشهور عنهم قولهم الإيمان قول وعمل أو قول وعمل ونية يقصدون بذلك الرد على المرجقة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان وخصوا الإيمان بالتصديق أو التصديق والإقرار باللسان وهنا الشيخ البراك رد على ابن حجر وقال محدش من أئمة السلف قال إن الأعمال شرطا لصحة الإيمان أو كماله ولكن السلف مشهور عنهم قولهم الإيمان قوله عمل ونية علشان يردوا على المرجقة اللي بيقولوا إن النية والأعمال ما تدخلش لا تدخل في كمال الإيمان والمرجقة دي مبتدعة بشهادة ابن حجر نفسه زي ما شفنا وطبعا ده الإرجاء في الأسماء اللي قلنا عنه في الحلقة اللي فاتت يبقى من كلام الشيخ البراك إن النية جزء من الإيمان وده أسباب نقبل كده من كتاب لوامع الأنوار البهية وإن الأعمال ليست شرطا في كماله ولا من مكملات الإيمان وقال السنة تعرفهم للإيمان إن قوله عمل ونية بيردوا به على المرجقة اللي بيقولوا بخلاف كده وإحنا نقلنا كلام ابن حجر اللي بيوافق كلام المرجقة والغريب إنه بيقول عنهم إنه هما مبتدعة وأكيد ابن حجر مرجئ في باب الأسماء والأحكام وخلينا نشوف فين أعلن ابن حجر إنه من المرجقة في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن سورة براء باب قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم يقول لنا كده قال الحفظ ابن حجر إيه وتعقبه ابن المنير بأن الإيمان لا يتبعت وهو كما قال يعني إيه كلام ابن المنير إن الإيمان لا يتبعت وطبعا ابن حجر اتفق معي وقال وهو كما قال ودي لها معنى ما مش هيقبله أي مسلم وهيترتب عليه أشياء خطيرة وهيترتب عليه الإرجاء في الأحكام ودي هنوضحه في نهاية كلامنا عن المرجقة هنلاحظت على ابن حجر بعد ما نقل لنا كلام ابن المنير بيقول إيه وهو كما قال يعني ابن حجر بيوافق على إن الإيمان لا يتبعت يعني إيه يعني يزيد لا يزيد ولا ينقص بالأعمال ما بيزيدش وينقص بالأعمال والشيخ ابن باز بيعلى بيقول إيه أصاب الذي عليه أهل السنة والجماعة إن الإيمان يتفاوت بالزيادة والنقصان ويتبعت ويكون بالقلب واللسان والجوارح وهو يزيد وينقص ولما كان الإيمان عند الأشعار إسما للتصديق لم يتفاضل ولم يتبعت على ذلك عندهم يعني ابن باز بيقول إن أهل السنة عندهم الإيمان بيتفاوت بالزيادة والنقصان ويتبعت ويكون بالقلب واللسان والجوارح ويزيد وينقص طبعا بالأعمال وإن الإيمان عند الأشعارة إسما للتصديق لم يتفاضل يعني إيه لم يتفاضل يعني اللي بيصلي كل الصلاوات مش أفضل من اللي مش بيصلي ولا أفضل من غيره ولا أفضل في نفسه يعني إيمانه وهو مش بيصلي زي مثلا إيمان أبو بكر ولم يتبعد يعني إيه لم يتبعد يعني الإيمان مش بيزيد ولا ينقص بالأعمال طب نعيد الكلام الثاني بعد ما فهمناه ولما كان الإيمان عند الأشعارة إسما للتصديق لم يتفاضل ولم يتبعد على ذلك عندهم وطبعا أهل السنة عندهم الإيمان يتفاضل ويتبعد وده معنى المرجقة في الأسماء إن الأشعارة بيقولوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص وده هو الإرجاء في الأسماء وخلينا نشوف تعليق الشيخ البراك الشيخ البراك قال إيه هذا مبني على أن الإيمان هو التصديق وأن العمل ليس من مسمى الإيمان وهو مسهب المرجقة وهو باطل يعني إيه يعني ده معنى المرجقة في الأسماء وبيأكده ولاحظ كده الشيخ البراك بيقول إيه وهو مسه بالمرجئة وهو باطل والمفاجأة أن ابن حجر بيعلنها صراحة هو عن نفسه بيقول إيه في صاحبه خالي كتاب الإيمان باب قول النبي بنيا الإسلام على خمس ابن حجر بيروح يقول لنا إيه وقوله وهو أي الإيمان قول وفعل يزيد وينقص أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط يعني ابن حجر بيقولها صراحة بالنظر إلى ما عندنا أن الإيمان هو الإقرار فقط يعني الإكرار باللسان وخلينا نتأكد أنه ليقول الإيمان إكرار فقط هو مرجئ والكلام ده هنلاقيه في تعظيم قدر الصلاة أبو عبدالله محمد ابن النصر المروازي بيقول إيه قال أبو عبدالله وقد جمعتنا في هذه المرجئة كلها على أن الإكرار باللسان من الإيمان ونشوف تعالي ابن تيمية في موضوع الفرق الباب الثالث بيقول إيه فرقة الأشعارة الفصل السابع مفهوم الإيمان والكفر عند الأشعارة ابن تيمية بيقول المرجئة سلاسة أصنف الثالث تصديق القلب وقول اللسان وهذا هو المشهور عند أهل الفقه والعبادة منهم يعني ابن حجر كده بيعلنها صراحة أنه مرجئ المرجئ بيعتقد أن الإيمان إكرار باللسان والعمل ما بيدخلش في الإيمان وأن الإيمان لا يتبعد ومعنى لا يتبعد زي ما قلت لا يزيد ولا ينقص بالأعمال يعني إيه يعني مثلا لو حد مثلا سرق وقتل بيعتبر مؤمن كامل الإيمان لأن الإيمان لا طبعا ويكون إيمانه زي إيمان الإنسان الصالح اللي مش بيسرق ولا بيقتل وده بيخالف أهل السنة اللي بيقولوا إن الإيمان قول وغمل ونية بيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وخلينا نشوف كمان دليل على إن الإيمان بيزيد وينقص زكر يعني في القرآن بيقول ولا يزدادوا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وكمان في حاجات كتير ومنها وزدناهم هدى وفي حاجات تانية كتير ممكن يعني ترجعوا بنفسكم للقرآن هتلاقوا خلينا كمان نروح للحديث مهم معظم الناس تعرفوا حديث مشهور أن النساء نقصات عقل ودين بيقول كده النساء نقصات عقل ودين بيقول أما نقصان العقل فشهادة امرأتين مشهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكس الليالي تصلي وتفتر في شهر رمضان فهذا من نقصان الدين خلينا نفهم الحديث ده إن في نقص دين خلينا نفهم الحديث ده إن نقص دين المرأة لأنها بتترك الصلاة أيام الحيد وده ما عندهاش أي اختيار فيه يعني هي لو حبت تصلي أيام الحيد عشان إيمانها يزيد هيجب نتيجة عكسية وإيمانها هينقص لكن خليها نشرح الكلام ده من مجموعة فتاوة المتامية بيقول إيه فيه ولهذا قال النبي في النساء نقصات عقل ودين وقال في نقصات دينهن إنها إذا حضت لا تصوم ولا تصلي وهذا مما أمر الله به فليس هذا النقص دينا لها تعاقب عليه ولكن هو نقص حيث لم تؤمر بالعبادة في هذا الحال والرجل كامل حيث أمر بالعبادة في كل حال فدل ذلك على أن من أمر بالطاع يفعلها كان أفضل مما لا يؤمر بها وهنا طبعا ابن تامية بيقول إيه إن ده مش نقص دين تعاقب عليه لكن هو نقص وإنها تعتبر نقصة بالنسبة للرجل فالرجل كامل للدين يبقى إيمان المرأة ينقص بالنسبة لإيمان الرجل اللي بيؤدي الفرائد وهنا فيه سؤال مهم جدا ليه المرأة منطلوب منها إن هي تقضي الصوم لو إيمانها بالنسبة لها هي كامل ومش بتقضي الصلاة بتقضي الصوم والصلاة لا كمان بتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة الصلاة معناها كده إيه معناها إن المرأة غصبا عنها بتكون نقصة دين إزاي إيمان المرأة اللي الله هو اللي كتب عليها الحيد إنها لا تصلي ولا تصوم وهي قطعت الله إيمانها ناقص أو نقص عن الرجل وهي لما قطعت الله يبقى المفروض إيمانها يكون إيه المفروض إيمانها كامل زي الرجل ولكن بالنسبة للرجل إيمانها ناقص وهي ما عملتش أي معصية سؤال بقى كمان سؤال تاني إيمان المرأة لو لم يكون ناقص يعني لو حد هيرد علي يقولي لا إيمانها مش ناقص بيكون إيمان طبعا كده يعني لو أهل السنة هيحب يرده يقولي لا إيمان مش ناقص يبقى كده إيمان بدون عمل وده إرجاء لأنها لا تصوم ولا تصلي إيمان بدون عمل وكده بقى إيمان بنية وصارت إيه صارت جهمية ولو قدت الصيام طيب ليه مش بتقضي الصلاة برضو كده إيمانها ناقص عن الرجل وإيمانها ناقص في نفسها يعني إيمانها ناقص غزبا عنها والأسئلة دي أنا بسيبها لأهل السنة يفكروا فيها ودلوقتي أنا هعمل لكم بلخص للحلقة ابن حجر اتكلم عن السلف وقال إن عندهم الأعمال شرط في كمال الإيمان والشيخ البراق رد عليه الإيمان قول وعمل أو قول وعمل ونية وإن كلام ابن حجر هو كلام المرجئة وشفنا إزاي أعلن ابن حجر إنه مرجئ بصريحة الهبارة لما نقل كلام ابن المنير ووافق عليه بإن الإيمان لا يتبعض وراح ابن حجر قال وهو كما قال وقال مرة تاني بشرح حديث آخر أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإكرار فقط والشيخ ابن باز والشيخ البراق ردوا على الكلام ده مؤكدين إن الإيمان عند السلف هو قول وعمل ونية طب واني الحلقة الجاية عشان ممكن في حد يسألني طب وإيه يعني مرجئ عشان تشوفوا خطورة الموضوع ده ده هيكون موضوع الحلقة الجاية وألتقي بكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أتمنى أقبل بعقله إذا يرد بعقله إذا ينكر بعقله يبقى الجن يبقى ولعوبة بين عقل المسا ترجمة نانسي قنقر